تمت فيه خطوات؟ إطلاق بالعكس الجمعية العمومية اللي كانت هتعقد نهاية هذا الشهر اللجنة العمومية أبطلت الدعوة بتاعتها لأنه ثبت أنه الاتحاد وجه الدعوة لأندية لا تنطبق عليها معايير العضوية تاني أهى فقال لك لا باطلة هنفكركم ونفكرهم ونفكر نفسينا هي اللجنة دية اللي عينت برئاسة الأستاذ عمر الجنيني وعليها كل الطموحات والأمال الكبيرة كان عندها خمس مهام وما زلنا الوقت ما جريش ما زلنا بنقول لو ما عملهاش هما بنزاهتهم وتجردهم غيرهم مش هيعملها فدي الفرصة الأخيرة لإنقاذ الكورة لجنة للأندية المحترفة تقدر تدير شؤون المسابقة وترتقب المستوى مع نفسيها ما لهاش دعوة بحسابات الأندية في الأقسام التانية اللي الاتحاد دايما بعول عليها ومش فارقة معها أندية الممتاز أو الأندية الكبيرة على الآل الخمس مهام اللي الفيفا كلف بيها لجنة عمر الجنيني كان البند الأول إدارة الشؤون اليومية لاتحاد الكورة بس كمان البند التاني فيه اللي أنا بقوله لكم مراجعة لايحة النظام الأساسي للاتحاد بما يتوافق مع الاتحاد الدولي لكورة القدم اتحاد الدولي لكورة القدم معاييره الربط المحترف والدانة بدل المعاد مرة واثنين وثلاثة وبدل الفرصة مرة واثنين وثلاثة فأنت مسؤوليتك أن أنت تراجع لنظام الأساسي بتاعك بما يتسق مع لوائح الفيفا يعني كل ما هو مطلوب إنجازه لابد أن يكون متسق مع الفيفا أهمها دور المحترفين والربط اللي بتديره وكان البند التالت مراجعة النظام الأساسي والشروط اللي واجب توفرها في الأعضاء المرشحين لانتخابات اتحاد الكورة في الفترة المقبلة والبند الرابع تنظيم وإجراء انتخابات لجميع المرشحين على القوانين الجديدة اللي انت هتعمل لها تنقية والبند الخامس كخطوة أخيرة العمل كلاجنة انتخابية من أجل تنظيم وإجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد بناء على النظام الأساسي اللي سيتم تحديثه طيب ربطة الأندية مطلب سابت هل الأندية معنا المهنشة محمد فرج عام إذا كنت عايز توجيه له السؤال ده وجلوها على هل الأندية جادة في مطالبها لاتحاد الكورة بتأسيس ربطة الأندية المحترفة ولا لا